السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم شو أخباركم اليوم عنا فيديو جديد عن أسوأ الألعاب اللي ممكن تشوفها بحياتك وحرفيا هي مزبت الألعاب اللي بتشتري اللعبة وبتكبها وبتعود تبكي على الحقها وبتنضب حظك وتقول يا ريتني ما اشتريتها فقبل ما نبلش بالفيديو ادعبونا بلايك واشتراك ويلا خينا نبلش طبعا كلتنا مروا علينا ألعاب كتير زبالة وصراحة نمط اللعبة لعبة اليوم هي من أسوأ الألعاب كان قاعد حاط إجر على إجر فأجى واحد اللي عنده لا ما هيدا فأجى واحد اللي عنده قال له معلم قال له والله لايك عندي لعبة بتكسر الدنيا وأسطورية شو أعيكم تنشو لي عنكم بالستور وتجيبوا مننا أرباح فبيقله لايك يا ابني أنا اليوم راسي عم يجعني وماري خلق شوف اللعبة حكي لي عنا لنشوف بيقله والله يا معلم لعبتي أسطورية نمر أسود وأكشن ومأكشن ومكافحة العنصرية يعني أنا عم قد تكسر الدنيا وقد ما وصفت ما لح تقدر تعرف أسطورية هاللعبة فبيقله قبلع لحنا نشرك اللعبة خلصها وبعت لي تريلر عشان نزلوا على صفحة اليوتيوب راح أخونا قعد على الكمبيوتر ثلاث أربعة أيام وخلص اللعبة بعت التريلر لسوني وسوني نزلت التريلر على صفحتها على اليوتيوب كلها تنفت نعملنا سيرش والأينا للتريلر وصراحة الصورة الثابنل كانت خرافية لنبين لعبة أسطورية لحنشوف لعبة من جيل جديد وميليغرافيكس الأسطورة والتكشتر الخرافي والتفاصيل الدقيقة جدا والجميلة والروعة صراحة ولا الألوان الخلابة ولا عالم اللعبة المليئ صراحة عالم مفتوح جميل جدا يعني اللعبة شباب مليانة أكشن وحتى يعني ما بس هيك اللعبة فيها قصة ايه نعم فيها قصة متل ما سمعته قصتها بدون ما أحراع عليكم يعني برجوا تلعبوها بكل اختصار عبارة عن نمر أسود بتعرض للعنصرية لأنه نونه أسود فبيقرر إنه يلاقي شعبه اللي مثله النمور اللي لونه سودى بود يتعرض بمسيرته لبعض المشاكل والمخاطر ايه أظن إنه هيدا دبت مني متأكد ومنها الكائنات التانية أظن إنه هيدا إنسان لقصة فيها تفاصيل وطريقة سرد وصراحة إنه جميلة وأحداث وفيه عمك بالقصة بتحس حالك داخل بأجواء اللعبة ومتأثر ما على النمر إنه بتعرض للعنصرية إذا بنجي للجيم بلاي صراحة متنوع تقدر تعمل عشر أو خمستعشر نوع من الضربات وتنوع وسكيلز وما سكيلز يعني شي خرافي واللعبة فيها واقعية بس تخلص من الحيوان أو الإنسان اللي قتلته فيك تلتهمه إبداع إبداع طبعا إنت عم تخود هيدا المسيرة وقصتك الجميلة فيك تمارس الحب مع أي نمر بالغابة وتكرش عليها جدا عادي وجدا جميل وطبعا إذا نحكي عن جانب التقني صراحة إن اللعبة يعني ما فيها ولا جليتش صراحة فيه شوية جليتشات ولكن تتعدل بتحديث يعني يعني جليتشات بسيطة ما كتير بتأثر على تجربتك اللعب ولا بتحسها مزعجية يعني فيك تتقبلها عادي أما إذا جينا على الموسيقى طراحة الموسيقى باللعبة أسطورية وبتعلق بمخك ومؤثرة وبتحس حالك بتغتبك أنت عم تسمعها فصراحة المزعج بهيدي اللعبة إن اللعبة بفلوس نعم مش ببلاش لو ببلاش كلنا إلينا اللعبة ببلاش ولكن اللعبة سعرها 10 دولار 10 دولار يا شباب يعني الآن فيك تشتري بعشرة دولار الألعاب تاني صراحة صارت بعشرة دولار تقريبا يعني أنا بديفهم بس المطور لما كان عم يطور هايدي اللعبة الشيخ اللي عم يحس وغير المطور اللي وافق على نشر هايدي اللعبة بستور سوني وين كان عقله ممكن يكون هون والأقهر من هيك إن هايدي اللعبة مش على البلاي سيشن 2 ولا على البلاي سيشن 3 هايدي اللعبة نزلت سنة 2017 على البلاي ستيشن 4 نعم على البلاي ستيشن 4 نزلت على وقت رزنت ايفل و هورايزن بتعرفوا شو هو الشي الوحيد اللي بشع بهيدي اللعبة هو تقنيب الضمير لما بشتري اللعبة وبتنقهر على سعرها اللي ممكن كانت تشتري فيه مثلا لفة شورمة يا زلمي بتحس حالك عملت زنب إنه أنا كيف شتريت هايك لعبة أنا كيف صرفت المصاري اللي مجمعهم على هيك اللعبة صراحة أنت ممكن تقولي مطور ومزايته ضعيفة أو شي ولكن ما بها الطريقة إنه أنك تنزل اللعبة نزلها على الجوال أوكي نزلها على الجوال free أو بدولار تمام بتقبل على البلاي ستيشن 4 وب10 دولار 100 لعبة جوال أفضل من هايدي اللعبة فصراحة أنا عندي سؤال للمطور ولسوني هل اللعبة بتدعم الباكورد كومباتيبوليتي على البلاي ستيشن 5 لأنه صراحة أنا أكيد بيرجع وألعبها على القصة الخرافية تعيتها والجيم بلاي الولاء أروح شكرا على المتابعة شوفكم بفيديو جاي